موسيقى اخر المعلومات في الكواليس تقولوا انو اندريه باران سافير فلانس في تونس بشي بدلو بشي جيبو في بلاستو السافير وكذلك في نفس الوقت بشي بدلو حتى سافير فلانس في الجزير انا نحب نقول لسايد اندري باران باي باي اندري باران لشكون مش تخليج بانتك عليش لانو السايد هذا طيلة المدة اللي عادها في تونس خدم مش كسافير بل كرجل مخابرات يقول قايا لسافير يدافع على مصالح ابريدو لكن بكل صلاحة اللي شفناه منو هو تدخل فشائنا الداخلي حتى انا مرة نحكي مع مسؤولة ومسؤولة نتحفظ على اسمها في تونس حتى لو تجمو وتبعثوا برسونا لانجلتا لو سافير متع دولة اجنبية في تونس مش انتي الهات كامل انت بدلت تجري في حظوظه وتبسابله بش هو يعطيك ساتيسفيسيط يلدم هو يسجم روحو مش انتي تقول عليه كلمة باهية في عارف العارف ما عجبكش يخوال لك الكنفنسيان متع جونيف ومتع فرسوفيا وغيره وانك تقول السيد هدايا ما يمثل في المصالح انتع بلاده كما ينبغي لانه هو كسافير يجي يخدم مثلا مصالح بلاده العسكرية والاقتصادية والمالية والتجارية وغيره ما هو سافير لدى الدولة التونسية دونك سافير لدى قصر قرطار هو رمز السيدة سافير لدى قصر الحكومة بالقصبة مش سافير لدى معارضين ولا ولا لدى مجموعات ضغطة يحصل على فرنسا كي كانت عندها ليسميها الفرنسا افريكا سرافعت بيب يحكينا على جاك فوكار كان كل رئيس افريقي عنده تليفون روج في بيرو وقت يجيب سيابل عليهم انقلاب وقتها كانوا القبائل وكانوا حتى السرجين والكابراد يعمل انقلاب كانوا في فريقيا يهز التليفون يكلم من كيدوغسي يكلم جاك فوكار يكلم جمعت ريباثولة المكسناغ المتثقة بشدة فالي فرنسا اليوم عندها اجمة مع الريبات عندها اجمة مع الجزائر عندها اجمة مع تونس عندها اجمة كبيرة في ليبيا تردوها من مالي بطريقة نحاوهم الفرنسية كجمعات عملية بارخان وجابوا في بلاستهم تعالوا نحكيو عليهم من بعد اللي هما فاغنير من هما روس تردوهم من بطريقة نفسه كيف كيف باش يتردوهم بانتو ميناء نجر علمو انو ثبانين في المائة من الزو في فرنسا يجي من النوكليير معناها من التاقة هذية النوكليير وثبانين في المائة يجي من نجر تردوهم من رواندا لانو فرنسا كانت عم تهيد في الاساسات في رواندا عام 1994 وعنده بصحافي دول الفرنساوي قضاوا عليهم ماتوا وقتوا صحافي كبير اكتب في هذية وكان يفضح في فرنسا ودورها في تدهي العرقي اللي صار عام 1994 وماتوا جراءه مليون في ثلاثة أو أربعة أشر فرنسا كانت عم لها يد في هذا وكذلك رئيس جديد متاع الواندا بلاد وكانت فرنكوفونية رادة هنغلفونية مرة واحدة وخرج بكل هيئات متاع الفرنكوفونية وحقوق الإنسان وكل خرج منه فرنسا في بأزق كبير ويزيد أكثر من هذا بعثونا قبل ذلك اللي نسميه خليفة لغراجة اندري باران كيف كيف بانا الراجل يتحرك وكاينو في مقاطعات يحاوز في تونس لا يا سيدي مش وقت لمقيم العام لو احنا نظلنا 75 عام بش عملنا استقلال ومبعثوون شقطت علاقاتها مع فرنسا مرقين وعطيتو علينا في المادة وعطيتو علينا في ساق تسيديوس وعطيتو علينا في بنزلت وميتو معناها بين 3700 في تونس في معركة بنزلت وبرجيب عملت تأميم الزيرعي وغيرو باش مبعثو ترجع انتي تتعاملو كينك رزيدان جنرال يعني مقيم العام كما كان قبل انا نقول مشيتو ملا راح وقالوا ناس بكري تبديد السروش فيه راح مرحبا يمشي شد بلادك ويجيبو هاي جاية مرح تخدم مصالح بلادك لكن في حدود المعقول تونس دولة ذات سيادة وقت لي قرتاج كان فيها الزو تعرف قرتاج حب تعرف كيفش كان كان قرتاج قبل كما تشوف توا سيدي بوسعيد وقال الحمامات مدينة حمامات كانتها كيك مدينة هكيكة فيها الزو فيها سيزاميتاج والماء سخون يطلع في سيزاميتاج وفرنسا مكانش مولودة وقت لي قبل كانوا يعيشوا معناها في بعض القرى وبعض الجبال حتى يحكيوا على فيلسان جيتوليكس حتى طريحها دامال جول سيزار يقول حكيت فرغة معناها تونس لك دولة عريقة مش محقول وانو تبعثوا عن باشا جور في عوض يمثل بلاد والمصالح مثل زوز بلدين يولي لاجل يدخل فيني يفوفوا في الامور السياسية وغيرو لذلك انا اقول باي باي اندري بارون ليش كون باشتخلي جمعتك للاسف لانو عنا قومية وعنا حركية تلو تحكينا عايشة الصافية لهذا بعد ما كانش عنا وقت الاستعمار ظهروا وقت الاستقلال وخاصة بعد ثورة الكلمة اقولوا لوا باي باي بان دي بارا إلى اللقاء